بدورها قالت منظمة أطباء بلا حدود أن النظام الصحي في قطاع غزة بكامله خارج الخدمة بعد تعطل معظم الخدمات في مستشفى ناصر بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة وعبرت المنظمة في بيانٍ عن أسفها لأن القدرة الجراحية لمستشفى ناصر وهو أكبر مرفقٍ صحي في خان يونس أصبحت شبه معدومة وأن أفراد الطاقم الطبي يتعاملون مع مخزوناتٍ محدودة من المعدات الطبية وأوضحت أنه مع تعطل عمل مستشفى ناصر والمستشفى الأوروبي لم يبقى أي رضامٍ صحي عملياً في غزة مشيرةً لأن ثمانية مستشفياتٍ من أصل ستةٍ وثلاثين مستشفى لا تزال تعمل بشكلٍ جزئي في غزة